بتاعنا وناخد أول سؤال من أسئلة حضراتكم ونجيب عليه بيقول إذا كان أهل الزوج مسببين أذى ومشاكل لنا بالظلم ومش نصرنا في حرمانية من قطعتهم السؤال بيقول لو كانوا أهل الزوج مؤذين وهم مش بينصرونا لما يحصل لنا مشكلة يعني ما بيساعدوناش إيه اللي حاصل؟ هل أنا بقى من حق إن أنا قطعتهم؟ طبعا السؤال ده مدعوم بين إن أهل الزوج في الغالب الناس بتجاومهم على السؤال ده إن أهل الزوج مش من صلة الرحم هي بتقول لي لي حرمانية قطعتهم لأنها بتقول لي لي صلة رحم دي مش رحم وكأن الإنسان ما بيوصلش غير رحمه بس ودوة حاجة مستحيحة أسباب وصل للناس كتيرة يعني مش أسباب صلة الناس مش هي صلة الأرحم بس لكن صلة الأرحم جعلها الله سبحانه وتعالى في مكانة عالية لما خاطبها وقال أليك فيك أنا أصل من وصلك وأنا أقطع من قطعك صحيح بس فيه أسباب للوصل يعني إيه الوصل؟ إن تكون العلاقة نحافظ على العلاقة الوصل يعني إيه؟ أنا أصل من وصلك يعني الحفاظ على العلاقة ليه بيسموها إيه؟ بيسموها في علم الإدارة كده حاجة اسمها صيانة العلاقات صيانة العلاقات يعني إيه؟ ما سيبش العلاقة لا تصدي واسيبش العلاقة تنقطع بطبيعتها أو إن أنا ما أقطعش العلاقة عشان أنا حاسس فإذا مش السبب الوحيد لصيانة العلاقات هو وجود صلاة الرحم في أسباب كتيرة منها من هذه الأسباب اللي فيها صلاة الرحم اللي بنحافظ فيها على الصلاة والعلاقات حاجة مهمة جدا 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 قوله تعالى وعشرهن بالمعروف وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليه إنه بالمعروف يعني إيه؟ يعني إن الإحسان لأهل الزوج ده نوع من أنواع حسن العشرة حسن عشرة مين؟ الزوج لأن ده أصوله ده لأهله ولذلك الإحسان لأهل الزوج جزء من الإحسان للزوج وذلك بقى عندنا قاعدة كده في الإرشاد الزواجي إنه أقرب طريق لقلب جوزك أهله يبقى أنت لو أحسنتي لأهله هذا الإحسان سيصل إليه حتى لو كان عنده بينهم مشاكل أنت لو أنك أنت أصلحت بينهم هيشلك دي جميلة ما بعدها جميلة يبقى إذن أنت مش بتحسني إلى أهل زوجك لأنهم سلط رحمك فإذا قلتلك أنهم مش مسلط أنهم مش رحمك هتقول لي إيه؟ خلاص بقى نقطعهم ما الكلام ده مصح لأن أنت مطالبة أن أنت توصليهم لسبب تاني اللي هو إيه؟ حسن العشرة للزوج طيب بس طب ونعمل إيه بقى في إبعاد الأزى ده؟ سهلة جدا جدا الإبعاد الأزى ده هنعمله الطريقة سهلة نعمله إزاي؟ إن أنا أتجنب الأزى وإيه اللي حاصل وأستمر في الواصل لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس الواصل بالمكافئ ما كانش بس بيتكلم عن إيه؟ عن الصلة الأرحم بيتكلم على كل صلة هناك سبب شرعي إن أنا أحافظ عليها زي الصلة بأهل الزوج في سبب شرعي إن أنا أحافظ عليها إيه سبب الشرعي ده؟ وعشرهن بالمعروف العشرة بالمعروف العشرة بالمعروف جزء من العشرة بالمعروف هو القبول وجزء من قبول الإنسان قبول التعامل مع أهل لأننا لو رفضت التعامل مع أهل وينعكس عليه إن أنا بوصله رسالة بأننا نرفض حضرتك يبقى بتسأليني في حرمانية على قطعتهم ما فيش يعني من باب حسن العشرة ينبغي ألا تقطع هذه الصلة أبدا طيب وإذا كانوا بيأذوا أنا سأصبر على هذا الأذى وإيه اللي حصل وادفع هذا الأذى حكتين أصبر على هذا الأذى وفي نفس الوقت أدفع هذا الأذى أصبر على هذا الأذى إزاي بأننا في الحقيقة أتذكرنا بعمل الكلام بأوصلهم لله وإذلك ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله اللي ده في الرحم أنا قلت لك المسألة دي قانون في كل علاقة الشرع الشرع طلب مني أن أنا حافظ عليها يعني مش في السرعة الأرحم بس ليس الواصل بالمكافئ في الصداقة ليس الواصل بالمكافئ في أهل الزوج ليس الواصل بالمكافئ مع أولاده ليس الواصل بالمكافئ في كل العلاقات يبقى أنا نصحت حضرتك ببساطة خالص أنك تستمري في التواصل معهم وعشان ندفع ده ويبقى في أقل القليل لكن أنا ما أعطعهمش بل أستمر في إيه بل أستمر في المعاملة معهم والإحسان إليهم وده وقت إن شاء الله تجي دي حلوة وفي قلبك تدور عليهم وتتواصل معهم لكن ما حد تشترب من حضريك إن كنت تتواصل معهم زي ما توصلي مع أحبابك من حقك إن أنت تتواصلي بطريقة تدفع عنك الأذى يبقى تدفع عن نفسك الأذى ولا تقاطعيهم نعم